السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي فيديو جديد في وصفة جديدة نتمنى تكونوا على خير و بخير و بصحة جيدة بالنسبة الفيديو ديالي و ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معي غادي نحضروا مع بعض حرشة بالحليب كتجي رائعة و هشيشة نتمنى انها تعجبكم تبعوا الفيديو حتى الاخير و فرجوا ممتع بالنسبة المقادير فغادي نعبر ليكم هنا بالكاس ديالي عنبه باش يكون عندكم العبار مضبوط غادي نحتاجوا بالنسبة سميدة رقيقة انا اخدوا منها ثلاثة الكيسان العبار بالكاس ديالي عنبه كيف مشتوا مشي عمر بزاف تقريبا نص كيلو كيف ما شفتوا هنا ثلاثة الكيسان عامرين او ما عامرين بزاف و زد نص كاس غادي نحتاج كذلك واحد المعلقة كبيرة تكون عامرة مزيان ديال الزبدة من الاحسان تستعملوا الزبدة ديال العبار و عندي هنا نص كاس ديال الزيت رومية او الزيت النباتية بالنسبة الزبدة من الاحسان تكون رطبة ما تكونش قاسحة و غادي نخدموها مزيان مع هاد المكونات قبل غادي نزيد هنا يا الملحة واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة و كذلك واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة الحلوة استعملت الخميرة اللي كتكون حمرة قدرت منها معلقة صغيرة و كذلك واحد شوية ديال الخميرة ديال الخبز او الخميرة المجونة واحدة طريف صغي و كيف ما كتشوفو غير قد الحبة ديال الحمص و صفيدة با غادي نبدا كنندمج هاد المكونات مزيان مزيان ضروري تدمجوا هاد المكونات جيدا بالزيت و الزبطة حتى هادوك الحبيبات ديال السميدة كاملين كيتلبسوا بهادوك الدهون و هادا وسير باش كتجي الحرشة مرملة و كيجيوا الحبات كل حبة مفروقة على اختها و كتجينا الحرشة هشيشة هنا غادي نزيد لها واحد المعلقة صغيرة ديال العسل و ممكن انكم تعاوضوها معلقة صغيرة ديال السكرسانيدة هذا فقط غير باش كيعطينا اللون للحرشة ديالنا باش كتجينا محمرة انا هنا ما غاديش نجمعها بالماء غادي نجمعها بالحليب بارد الحليب يكون غير بارد من تلاجة و كيف ما شفتو بالنسبة لطريقة العجن غاديش نقاوش او نعجنو هكا في الحرشة نحاولو اننا غادي نجمعها باطراف الاصابع لها تشكل هادا انا هنا ما زال غادي نزيد واحد الكمية قليلة ديال الحليب لانه كيف ما كتشوفو باقي الخالي تقاسح فخاصو يكون خفيف شوية كنخليو العجينة خفيفة و من بعد كنغطيوها و نخليوها تقريبا واحد الخمسة ديال دقايق علي ما كتشرب إلا كنت خفيفة بزاف كنخليوها خمسة ديال دقايق أما إلا كنت خليتو العجينة قاسحة فكتخليوها غير واحد جوش دقايق ولا دقيق كيف ما شفتو انا خليتها شوية خفيفة و خليتها ترتاح بالنسبة لهاد الخالي اللي غادي نقرس فيه الحرشة ازيت لي واحد شوية ديال السكرسينيدا و واحد شوية ديال زيت ناباتية و غادي نرملو ما بغيتش نخلي سميدة من داك الخالي ديال الحرشة باش ما ننقش من المقادير ومنقش من الكمية اش يبقى عندكم العبار مضبوط خليت هنا المقلات تقيلة فاش غادي نطيب و غادي ندهنها بشوية ديال زيت ممكن انكم دهنوها حتى بالزبدة و لكاتخاف ان هاد الاستقليها تقدر تقطع البابيسو الفوريزي او ورق الزبدة تقطعو دائري على قد المقلى و تحطو فلصل ديال المقلى غادي نلبس المقلى كلها بهاد السميدة و غادي ناخد هاداك الخاليط ديال الحرشة اللي كيكون شد فراسو شي شوية كيف ما كتشوف وراها جمعات و تشربات هاداك الحليب و غادي نحطها و نبدأ كنا نقرس فيها كيف ما غا تشوفوا معايا في الفيديو في الاول كيف ما غا تلاحظوا معايا هنا غادي ناخد غير واحد شوية ديال الما بارد و كم دهنو به يدينا على هاد الشكل و كن حاول انني نبسط الحرشة على قد المقلى ما ترشوش سميدة من الاول الاول كنبسطوها غير ها كبل ما حتى الاخير عاد غادي نزيد سميدة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 فعدوا من الصائح لانكترنتيكم باش جيكم حرشة شيشة ويجوا هدو كل حبات ديل السميد واضحين وسط مال الحرشة كيف ما غاشوفوا معايا دابا غادي نقطع لكم هكا طريف باش شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديل حرشة من الداخل كتيه شيشة بزاف رطبة تبعو نصائح وتبعو طريقة كيف ما وريتها لكم وغادي جيكم الديدة بزاف وشيشة وبحل ديل زنقة كيف ما كتبغيوها كيف ما شفتو هدو كل حبات ديل السميد كيجيو مفروقين كل حبات بوحدها ان شاء الله تجربوها وتصدق معكم اذا عجبكم في فيديو من سوش تبارتجيوه مع الاصدقاء ديلكم وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي خليتكم على خير وإلى فيديو قادم ان شاء الله تسالة وليفرسكم سلام عليكم سلام عليكم اشتركوا في القناة